بعض الشخصيات يكون عندها اضطراب في الشخصية ما عندها قدرة على التواصل بشكل جيد المشاعر لديه تطغى في العلاقات يعني يزعل بسرعة يضخم الأمور يعطي المسألة أكبر من حجمها يفسر غلط ليش؟ لأن ليقود ردودة فعالة هي المشاعرة وليس عقله فبعض الأشخاص تكون المشاعر هي الطاغية عليه في إدارة العلاقات وهذا يسبب مشاكل لديه في علاقاته أنت تحتاج أنك تكون موضوعي وتكون مجرد وتعطي الموقف حجمه من وين يجينا هذا الشيء؟ من الطريقة اللي احنا تربينا عليه تجينا مش احنا نراقب الوالدين تجينا مشكلة فنشوف الأب والأم كيف يتعامل مع المشكلة هذه هل هل لما تجي المشكلة يبدأ يضخم المشكلة هذه؟ هل لما تجي المشكلة لا يدور على الحل ويكون هادي أنا أتعلم ردود أفعالي تجاه المشكلات من الطريقة اللي تربيت عليها ومثل الأم اللي تشوف ولدها مثلا سقط على الأرض وتنخض وتولول وتركض وتشيل الولد هذا وتمسح عليه الولد يبدأ يبكي مو بسبب السقطة هو بسبب ردة فعل الأم الأم ضخمت الموقف عالجت الموضوع بطريقة عاطفية بينما الأم اللي تقول إذا أنت سقطت مسح على نفسك شوف المغسلة هنا هذه المنشفة انتبه لما تمشي راقب المكان اللي أنت تمشي فيه فأنا قال عطيه إيش؟ حلول عشان يتعامل مع التحدي السقطة هذه هذا عبارة عن تحدي بالنسبة للصحة فإن إذا عطيت الطفل الحلول استطاع أنه ينظر للمسائل بطريقة موضعية أكثر أما إذا أنا بديت أن خفض وأنفعل وعاطفيا أتعامل مع الموقف بطريقة عاطفية إذن أنا علمت الطفل يكون تضخيمي في تأفاعل مع الأخ